اشتركوا في القناة بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة وأشاد سموه في البرقية بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعدة والمجالات والتي عززت من مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي منوها سموه حفظه الله بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تواصل تطورها ونماءها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود مؤكدا سموه حرص من ملكة البحرين الدائم على استمرار توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين ويعود بالخير والنفع على الجميع كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر